بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الشريط الثاني حول الرسم البياني وسنخصصه لكيفية إنجاز رسم بياني بالأعمدة ثم بالدائرة النسبية ففي المثال الأول المطلوب تحويل جدول لعدد سكان بعض الدول الإفريقية إلى رسم بياني بطريقة الأعمدة لإنجاز هذا العمل نحتاج إلى خطين متعمدين هما محور التراتيب ومحور فواصل ونحتاج كذلك إلى مقياس رسم الذي نحدد فيه مقياسا لقيم عدد السكان على الخط العمودي والمقياس الذي اخترناه لهذا الرسم هو كل واحد سنتيمتر يمثل أربعين مليون نسمة تتوزع قيم عدد السكان على الخط العمودي بهذه الطريقة كما يشير إلى ذلك السهم الأحمر لتعيين نقطة كل قيمة في جدول عدد السكان على الرسم نجري العملية الحسابية بالطريقة الثلاثية ولتعيين قيمة عدد سكان نجريا وهي 181.5 مليون نسمة نكتب 40 مليون نسمة تمثل في 10 مليمتر و181.5 مليون نسمة تمثل في X ونحصل على 45.37 مليمتر نخصص السنتيمتر الأول على محور الفواصل لرسم العمود الخاص بنجريا ونعين بخط متقطع نقطة 45.3 مليمتر ثم نرسم العمود بهذا الشكل ثم نقوم بنفس العمل في باقي قيم الدول الأخرى وبنفس الطريقة وتلاحظ أخي الطالب أننا لم نطبق أي مقياس على الخط الأفقي ولكننا خصصنا لكل دولة سنتيمترا واحدا وتركنا فاصلا بين كل عمود وآخر قدره نصف سنتيمتر ويمكنك أن تتصرف في ذلك كما تشاء ولكن من الضروري أن تكون الأعمدة مرتبة من أكبر قيمة إلى أسرى قيمة وهذا يساعد كثيرا في تحليل الرسم تعطينا طريقة الأعمدة في الرسم البياني إمكانية إجراء مقارنة بين القيم بطرق مختلفة كما نرى في الأمثلة التالية المثال الأول لدينا صادرات ووائدات الجزائر بالمليار دولار في سنتي 2013 و2014 يمكن رسم هذا الجدول بشكلين مختلفين الشكل الأول تلاحظ فيه بأننا جمعنا صادرات ووائدات كل سنة مع بعض من أجل المقارنة وملاحظة الفرق بينهما ثم مقارنة سنة 2013 بسنة 2014 وفي الشكل الثاني تلاحظ أننا جمعنا الصادرات للسنتين مع بعض ثم الوائدات للسنتين مع بعض كذلك وهذا الشكل يعطينا إمكانية لمقارنة أخرى واستخراج الفرق بين صادرات 2013 و2014 ثم الفرق بين الوائدات في نفس الفترة وتلاحظ انخفاض في قيمة الصادرات وارتفاع في قيمة الوالدات في المثال الثاني المطلوب رسم بياني لجدول معدل الموليد والوفيات في الهند واليابان لسنتين 2010 و2013 في الشكل الأول للرسم قمنا بمقارنة معدل موليد الهند لسنة 2010 بمعدل موليد هذه الدولة لسنة 2013 ونفس الشيء بالنسبة لمعدل الوفيات ونفس المقارنة نلاحظها في الرسم الخاص باليابان وفي نفس الوقت يعطينا الشكل مقارنة بين الدولتين في الشكل الثاني قمنا بمقارنة معدل موليد الهند بمعدل وفيات هذه الدولة ومقارنة معدل موليد اليابان ومعدل وفيتها في سنة 2010 وفي نفس الرسم ومن ثم إجراء مقارنة بين الدولتين في هذه السنة ونفس المقارنة يبرزها الرسم البياني في سنة 2013 وفي الشكل الثالث لرسم نفس الجدول قمنا بمقارنة معدل موليد الهند بمعدل وفايتها في سنتين 2010 و2013 في رسم واحد ثم مقارنة نسب اليابان للسنتين في رسم آخر والهدف هو مقارنة الفرق بين هذه النسب في السنتين في كل دولة ثم مقارنة الدولتين ببعضهما ويبين هذا الشكل المقارنة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان وترتيبها الرسم البياني بالدائرة النسبية لنرى الآن كيف يمكن رسم جدول إحصائي بالنسب المئوية في دائرة نسبية والمثال الأول هو جدول لمكونات صادرات اليابان لسنة 2017 للقيام بهذا العمل ينبغي أن نتأكد أولا أن مجموع نسب الجدول يساوي 100% ثانيا نقوم بحساب زاوية كل نسبة في الدائرة فنسبة 72% في الجدول تشغل هذه الزاوية في الدائرة كما ترون والعملية الحسابية بسيطة جدا فإذا كانت مجموع نسب الجدول وهي 100% تمثل في كل الدائرة وزاويتها هي 360 درجة فنسبة 72% تمثل في X والنتيجة كما ترون هي 259.2 درجة وبالمنقلة نقوم بتحديد هذه الزاوية في الدائرة بهذه الطريقة ونواصل بنفس الطريقة تحديد وتعيين النسب الأخرى على الدائرة وتكون نهاية كل نسبة هي بداية النسبة الموالية ومن الضروري أن تكون النسب في الدائرة مرتبة من أكبر نسبة إلى أصغر نسبة وهذا يفيد كثيرا في المقارنة والتحليل وبعد الانتهاء نضع عنوانا لهذا الرسم ويستحسن أن يكون في أعلى الرسم ونضع مفتاحا له ويستحسن أن يكون في أسفله المثال الثاني هو عبارة عن جدول لمكونات وليدات اليابان لسنة 2017 سنقوم بنفس العمل في تحديد زاوية كل نسبة في الجدول ثم رسمها في الدائرة وإعطائها لون معين كما تلاحظ هذه النسب مرتبة من أكبر قيمة إلى أسر قيمة نضع للرسم عنوانا ومفتاحا ولو قمنا بمقارنة صادرات اليابان بوارداتها سيساعدنا كثيرا ترتيب النسب في الدائرتين نلاحظ أن المواد المصنعة تحتل الرطبة الأولى في الدائرتين ولكن المواد الأولية التي كانت تحتل الرطبة الرابعة في الصادرات أصبحت تحتل الرطبة الثانية في الواردات نسبة المواد الغذائية تحتل الرطبة الأخيرة في الدائرتين ولكنها أصبحت أكبر في الواردات هذه هي فائدة الاحتفاظ بنفس الألوان في الدائرتين وترتيب النسب ترتيبا تنازليا أو تصاعديا أرجو أن يكون هذا الشريط قد وفر لكم ما كنتم تبحثون عنه في هذا الموضوع بالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر